في تحالف تقدم الدكتور أحمد الفكاك بداية مرحبا بك يعني هدوء في المشهد السياسي باستثناء اعتراضات الخاسرين أنتم الطرف الفائز إلى أين تتجه بوصلتكم تفضل؟ شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وشكرا جزيلا على هذا التقديم الجميل الحقيقة قبل أن أجيب على سؤال حضرتك أود أن أوضح بعض الشيء يعني كنا قريبين من المراكز الانتخابية وكانت العملية الحقيقة سليسة ومرنة ولم تشدها انتخابات أخرى من قبل ولكن ما حدث هو فوضى المفوضية إذ أسرعت بتقديم النتائج قبل أن يتم فرز كافة الأصوات في المراكز والمحطات الانتخابية هذا الحقيقة أربك العمل وغيب الصورة الصحيحة التي كان ممكن أن تبدو أكثر نزاهة وتبدو أكثر موضوعية وأكثر منطقية أيضا هناك خروقات أخرى إذا فقط تسمح لي أوضح هذه المسألة بعض الأجهزة الدعة المفوضية عطلها لم تشتغل بعض المحطات فضلا عن عودة كثير من الكبار السن الذين لم تظهر لهم البصمة وأيضا تدخلت أطراف خارجية دخلت بعض المراكز وأخرجت ممثلي الكيانات ولا ندري ماذا فعلت أما العملية البايوماترية فكانت مثالية سليسة كان إقبال قليل بالموصل الحقيقة وخصوصا في مركز قضاء الموصل أحجم الكثيرين عن الذهاب إلى مراكز الاقتراء بسبب الإحباط المستمر خلال السنوات السابقة على الرغم من ناشدنا وذهبنا وثقفنا ووعينا كثير لجمهورنا أن هذه الانتخابات ليس كغيرها من الانتخابات وهذه الانتخابات هي مفصلية في تاريخ العراق السياسي والاجتماعي ويجب أن يشارك بها الجميع ولكن كان الحقيقة الإحجام واضح وكبير جدا خصوصا أول النهار أيضا الشاب العملية شراء وبيع الذمم وبيع الأصوات من قبل كثير من المكان ونواب ويملكون المال السياسي دون أي تدخل من بعض الجهات الحقيقة الحكومية أو النزاة أو المفوضية دكتور أحناد يعني نعود بالسؤال الأول إلى أين تتجه بوصلاتكم أنتم كجهة فائزة الحقيقة نحن كجهة فائزة حتى بوصفنا جهة فائزة وحققنا مقاعد لا بأس بها لو كانت العملية خالية من هذه العقبات لحقق تقدم عدد أصوات أكبر يعني كان في حساباتنا أن يعني عدد آخر يضاف إلى هذا العدد ولكن نتيجة ما قلت أنه تم يعني التضحية بعدد كبير من المقاعد ضاعت بهذه الأسباب نعرف مرشحين جابوا كثير من الأصوات طيب دكتور يعني ماذا تريد الأطراف الخاسرة يعني هل إعادة العدد والفرز يدويا كما تصرح أم للضغط على الكتل من أجل حصولها على بعض المكاسب خاصة أن إجراء العدد والفرز يدويا أمر يعني غير ممكن الحقيقة يعني بالضبط مثل ما تفضلت هو ورقة الضغط هذه تستخدم لتحقيق مكاسب أخرى أما عملية العدد والفرز ما رح تحقق شيء لأن تظهر أصوات للفائزين وأصوات لغير الفائزين وتبقى المعادلة يعني موزونة من فاز فاز وانتهى الأمر ولكن هذه ورقة الضغط لتحقيق مكاسب أخرى في العملية السياسية على ما أعتقد طيب الصدر وفي معرض تعليقه على بيان مجلس الأمن يعني أشار إلى أنه يأمل بأن يسهم في إذعان مدعي التزوير هل تتوقع أن يذعن في الأخير أم الأطراف الأخرى قد تضعف وتعود لطريق التوافقات ذات الصيط السيء حقيقة يعني دائما هي طريقها إلى التوافق ويجب أن يعني كل الكتب يعني هاي رح تكون دكتور هاي رح تكون عفوا على المقاطعة إذا رجعنا للتوافقات رح تكون الكارثة كبرى أيضا يعني ما سويني شيء بالانتخابات أيضا رح تعال أخذ حصتك ونطيني حصتي وتمشي الأمور كالدورات السابقة والنتيجة والمحصلة النهائية المواطن البسيط هو رح يدفع الثمن تمام لو لا إذا رجعنا على التوافقات يا سيدي الكريم كما ذكرت لك نعم نعم كلامك كلامك صحيح ولكن كما ذكرت لك في بداية كلامي لو كانت عملية المفوضية متأنية بإعلان النتائج المبكرة وأخرت النتائج إلى أن تم فرز جميع الأصوات وأظهرت نتيجة واحدة حتى إذا بعد يوم أو يومين أو أقل أو أكثر فلا بأس ولكن تظهر نتيجة واحدة مع وجود بعض العقبات التي تكلمنا عنها وكان من الممكن تجاوزها لأنها حصلت للجميع والجميع خسر بها ولكن ما حصل وخلينا نرجع إلى عملية التوافق هو أن العملية لم تكن فنيا ناجحة 100% لم تكن ناجحة 100% طيب عندما كانت تعلن النتائج خلال نعم عملية المفوضية لم تكن ناجحة 100% طيب عندما كانت تعلن النتائج خلال أيام عديدة ولا أحد يعلم شيئا عن الصناديق لم تكن هناك اعتراضات يعني ألا تجد أن الاعتراض الآن غريب لأن الاقتراع جرى الكترونيا والنتائج يعني بالطبع رح تظهر خلال ساعات وظهرت خلال ساعات يعني ممكن يصير بها إخفاقات لكن الجهات المعترضة على هذا يعني هل تستحق هذا التأويل الكامل والمعارضة الشديدة نعم يا أخي العزيز يا أخي الكريم يعني أنه ما يظهر لك عدد مئات أو الآلاف الصناديق لم تفتح بعد ومئات المراكز يعني 884 صندوق كما أعلنوا أو محطة انتخابية يعني لم تفتح لم يتم فرزها لا الكترونيا ولا فرز يدوي هذه ممكن أن يتغير يعني أحيانا ثقلك بهذه المنطقة وثقل الآخر بالمنطقة الأخرى هذا يتغير كثير من الحقائق على أرض الواقع هذا ما جعل الكتن الخاسرة أو الأقل حظ أنه يعني من حقها هذا طبعا يعني أن تنادي بأن يعني بالفرز اليدوي أو تمارس الضغوط لتحقيق أو تعويض عما خسرت من خلال طيب يعني دكتور هلا كويش إمكانية العدو الفرز لكل الصناديق دكتور أحمد لا طبعا مستحيل ولكن ما تقدم من طعون حول هذه الصناديق أو هذه المحطات إلى حد ما طيب يعني مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي يدينان أيضا لهجة التهديد للأطراف الخاسرة ويأكدون أن الانتخابات تمت في سياقات القانونية يعني ألا يفترض أن ينتهي الجدل الآن خاصة أن المجتمع الدولي يعني بصورة عامة دخل على خط الأزمة الحقيقة يعني نرجو ولأن التمني من الاستحالة والرجاء هو مجال تحقيق الأمر أن لا نذهب إلى لغة الأنف أو لغة السلاح أو لغة التهديد أو لغة الكذا يعني هذه هي الدورة الخامسة للبرلمان العراقي وقد حققت هذه الكتل في انتخابات سابقة أرقام كبيرة وممكن أن تحقق أيضا يعني في انتخابات لاحقة ويجب أن يقدم الكل مصلحة البلد على المصالح الشخصية والفئوية نعم الدكتور أحمد الفكاك القيادي في تحالف تقدم كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا